اشتركوا في القناة على مشارف اتمام السنة التالثة متواجدين يوميا بدون القطاع مستمرين في التعريف بالمظلومية القضية العادلة الملف الشرعي والمشروع لملف ضحايا النظامين خريج السلم السابع والثامن عشرلاف وميتين متقاعد ومتقاعدة برسم السنوات تصاعد يما فيه وثلاثين لما تم ألفين ولم لا ألفين وجوج ألفين واحد ألفين إلى آخره كما جاء بعد الاعتراف الرسمي للسيد الوزير أمزاز السعيد لما أوصلنا إليه المظلومية من هنا من آسف حاضرة المحيط المناضلة وترعاف عن ترعاف عن مشرفا أمام لجنة التعليم والتواصل والتقافة حتى تم الاعتراف الرسمي بملف من يسمون أنفسهم ضحايا النظامين إذن الجميع يعلم أننا تواجدنا في الساحة ومواسطة هذه الفيديوهات المتواضعة عرفنا فعلا بهذه المظلومية ديال الشيوخ ودائما كنت أشير أن اللي كنا نتنعرفوهم بأصحاب الكاشا والبركاسا الذين كانوا ينامون بالعسل ودائما كنت نعرف يعني الخطوات ديالهم تنعرف يعني كيف يفكرون متيازيون بمتياز وكانوا لا يعني لا يستحون لا يستحون لا يستحيون لا يستحيون لا يستحيون البوح بأنهم يعني التنصيقية التي كانوا يقولون عليها أنها تنصيقية مباركة التي تشكلت تحت الشجرة المباركة تحت أبي تحت الشجرة وكانوا دائما يقولون لأنها حتى تتمر لغد يجو يعني يجنون الغلة وفعلا داك داك شي ما يعني خيل إليهم ولكن دائما كنت أردد لأنني سأكون صمام الأمان لهذه المظلومية وما غد نخلوه حتسي كل نيمة إياكل الشوق بفمنا لأنه ما ساهلينش لهم الكنان من اللي بقى وقد جاوج عيشورة للآن يعني يلا كي ظهروا وقلت لكم أنا قبل في رمضان لأنهم رامشاء وكل واحد في نزاد ومن غدي يفوت شهر يعني رمضان ويرتاحوا مع عروسهم يعني خلال شهر ما يرى يلا كي غيبانوا وغدي بدوا وينادوا للوقافات إلى آخر وفعلا داك شي اللي كان وانتبعين نحن الخطوات ديالهم اليومية اليومية لأن هاد الكنان كانوا ينامون في العسل ومدي من هادية خدمتهم لأن الجبان اللي بفينيو دي من تيطناه يعني في الأغراض ديال غيري تيبغو دا يتخباو تتخباو وراء يعني النضالة ديال الرجال الأحرار والحرائر الشجعان لأنهم هما جبانا ما يقدروا يكونوا في الصفوف الأمامية فقد يعني عندما تتمير كما تيقولوا لا يتيجوهما يتيبه يأكلوا الشوك بفمك لأنهم هما قول بهم قول بهم بمهارة من ابن العشرة قول بهم فجيجين زي ما أكيد بغين تهم يعني يحاولوا يعني جاهدين باش يعملوا يعني أنهم يقفزين إلى آخره ويركبون على نضالات الآخرين لله كيجو بغين يركبوا على الميف وهم لا يعرفون حتى تحرير رسالة يعني إدارية ولا يفرقون بين يعني الادمينيستراتيف ولا البرسونيل ولا الاميكال إلى آخره مثلا عرفوهم خبور أجاوش أي صورة والناس كانوا خدامين معهم وعارفين نجوبانا متمليقين والآن كما قلت يلا كيخرجوا وبغوا يعني يقل لك شكلوا لجنة تابعة لجنة الوطنية وبرعايات نقابية برعاية نقابية وكتنا دائما أشير أن بعض النقابات الغير الجادة ربين كان الجادة وكان الغير جادة كان اللي شادة في جدي المهم بأنهم رأم ديستاذون هم الذين يفرخون التنصيحيات واللي جان إلى آخره وتديروا يعني تنصبوا على الرأس ديالها يعني الاتباع ديالهم باش يتحكموا في الحل كما كان يعني يتحكموا في أي حل بوفق الأجندة ديالهم هاد الأزلان قمتوا بإعداد واحد الرابور دي طي عليه ببرمجة زمنية ببرمجة زمنية وأنا دائما عندما أتكلم لا أتكلم من الفراغ دائما لا أتكلم من فراغ بل وفق معطيات ووفق أدلة وحجد دامغة تابتة وفق يعني ديزي بروف دي تغاس دي تغاس إيكريت هاد المظلومية كما قلت بأن المظلومية اللي ما كانش متواجد النهار 15 أكتوبر يعني وتوضع الميلف دياله مني كان شاكب بن موسى يستقبل النقابات وتياخد من عندهم الميل المفات المطلبية اللي لخصها في 27 ميلف فقط لا غير ببرمجة زمنية 2022 2023 لن يكون الميلف دياله أبدا اللي ما كانش الميلف دياله في اللقاء لجمع النقابات مع مدير موارد البشرية في في الموارد البشرية نهار 16 عندما يعني تسلم يعني البرمجة الزمنية والميلفات المطلبية و يعني خارطة الطريق التي تم إعدادها بموجهات ومحددات خصة تفهم مشنا هو موجهات ومحددات ووفق برمجة الزمنية 27 خللونا نشوف ما نشوف يعني الإصلاح ديال المنظومة إلى أخير وذلك الشي ديال موجهات ومحددات اللي على أساسها سيتم يعني تنزيل إصلاح ديال المنظومة التعليمية اللي تبنى على عشرة ديال الأشياء ما تأتي مناش حنا ندعب أن هضروع على الميلفات المطلبية حنا ندعب على الميلفات مجمو ما معارف الكناني الميلفات المطلبية الميلفات المطلبية 27 طالعوا عليها النقابات أعطاوا الملاحظة ديالهم أعطاوا الآراء ديالهم أعطاوا الاقتراحات ديالهم ودارهم 20 انتهى الكلام هدو 27 وجميع النقابات اللي تتحضر يعني التمتيلي النقابية فقد يعني طلعت على التصور ديال الوزارة وديال الدولة وديال الحكومة كيفاش بغاية التعليم يكون وكيفاش بغاية النظام الأساسي هو الذي سيجسد في يجسد ذلك الإصلاح ديال المنظومة التعليمية وبموجهات كما قل ترى هو القانون الإطار 51 17 والنموذج التنمام لش كونوا بفاهمين هاد الميلفات المطلبية هي بحل شي يعني بغاية ينقي ينقي يعني لتيران بحل شي تيران بغاية يتبني بها خلص تنقي ذك الشوائب هذك الشوائب يمو هذك الميلفات ترك ميا العالقة خلص يحيد باش يكون هناك واحد استقرار يعني استقرار وسيل مجتماعي وهدنة باش يبدأ في العمل الإطلاقة ديال العمل ديال الإصلاح ديال المنظومة التعليمية باش كل شي يدامج داخل هذا الإصلاح هذا هو الهدف بغين يحل هذا الميلفات بدلا ما يبدأ يحل فيها واحد بواحد لأنه لا يحل واحد بواحد ميلف بميلف يعني هذا الشيء سيطول في الزمن والمكان وما يريد استعجل هذا شي حال بغين يدير واحد توافق مرحلي يجد فيه هذا شي الميلفات ولكن برمجة الميلفات يتحل بمراصم تعديلية وشيء سيطول داخل النظام الأساسي الجدي هذا جميع الميلفات العالقة والمشاكل والاختلالات النظام الأساسي السابق وأيضا الاختلالات المراصم السابقة إلى آخر هي عدو جد يعني سيطول داخل النظام الأساسي الجدي والميلفات لما سيتحل داخل النظام الأساسي الجدي سيتحل بمراصم تعديلية بحال المتقاعدين نحن متقاعدون مع التعال بالنظام الأساسي الجدي إذن المرصوم سيتحل المشكل بمراصم تعديلي وهذا المرصوم تعديلي سيتنزل قبل من نهاية 2022 من نهاية يوليوز 2022 يعني هذا نحن نحن عارفين وتبعين وهذا كنان ما كان نحن عارفين ما نتبعين حتى الملف تقول لها ما كان ما نحط عدة شي إذن نحن نحن الجميع يعلم كيف هش الملف تحط يعني رأى ترافعنا لي ترافعنا لي يعني الإخوان هدي لي حسين يعني لين تأم كاتب الإقليمي السلم هلين يعني الحاج جمونا الله جزي بخير زوج لي لها الدكتور الحاج سيع بالعزيز وأطراف أخرى متعددة هذو من كانوا يعني الشرار أولى يعني مهدولنا الطريق إلى البرلمان رئيس الحكومة إلى يعني وزير المالية وكل هكينا ملتماسات وعندنا كل شي ما يفيد وهذا كل شي تبنى بناء على الجداو التي تم إخفاؤها ديال المتقاعدين بالمادة 12 دحايا الماددة 12 دحايا الزنزانة التاسعة لتقاعدوا من 2003 2004 2005 إلى عيد 2007 لخرج اللوائع في 2007 12 النقل للصابق لو لا هذو كل لوائح ديال المتقاعدين اللي كانوا تقاعدوا وتقبقوا فيهم الكوطة وتقاعدوا بالتاسعة رغم أن الجداوي الترقي خرجت قبل ما يتقاعدوا ومناصب المالية ديالهم أحديثت قبل ما يتقاعدوا بأكثر من ثلاث سنوات ورغم ذلك يعني يتبقوا فيهم الكوطة وتقاعدوا بالتاسعة هذا وما الأصل لأن النظام أساس 2003 وضع السنة التاسعة في طوان القيارات وليس السنة العاشية ليس السنة العاشية يلا الله سوف يتقاعدوا في طوان القيارات المهم إذن هذا ما قلنا باش كل شي يعرف بأن من يجوا في الاتفاق 18 ينير كل شي يتحدد وكل هم وقعوا جميع النقابات جميع النقابات وقعت وقعت على هذه البنود الاتفاق المرحلي رئيس الحكومة عطت ضمانة كتبهم في محضر كل واحد يخبر المحضر يلتزم به ورغم ذلك ما يلتزم بالبنود الذي يشير إلى الحفاظ عن سرية الجلس إلى حين إلى حين ماذا إلى حين التوصل إلى توافق نهائي أو المصدقة النهائية على أجرأة يعني تسير الأجراء الاتفاق الاتفاق